استاذ عصام من المنوفية اتفضل اهلا مساء خير يا فاند وساء النور يا فاند اه قريصان طبع من الشيخ وحضرتك طيب وبصحة وسلام يا فاند بس اسمحت بس واسؤال صغير كده عن المراس انا والدتي متوفقية مثلا من حوالي خمس سنين او ست سنين ام فهي تعريبا يعني فيه عند اخوالي ويرس لها وكده فحنا طالبنا بيشفو يعني شفويا فهم رافضوا ان احنا ما بنورسي البنات او الحريم يعني لو واحدة ست هم ما بيورسوش بيورسوا الشباب بس او الرجالة بس وبالفعل هو ده اللي هم عملوه فهل انا من حق ان انا طالب بالورث دوت شفويا المرة تانية ولا ارجع للقضاء على الرغم ان انا ام متوفية يعني انا ام متوفية دلوقتي وليها من رأس عندي اهل عندي جدي مثلا وجدي كمان متوفي واخوالي رفضين ان هم يدون اي شيء من المراس فهل هذا انا ارجع للقضاء ولا اتكلم معهم بالحسنة مرة تانية هكلم حضرتك اول حاجة تكلم معهم بالحسنة لان يدفع بالتي احسن فاذا الذي بينك وبينها وعداوة كأنه وليم الحميم وانت هنا مش بينك وبينهم عداوة ده اخوالك ده رحمك فاللي حاصل ان انت تستطيع ان انت تتكلم معهم بالحسن لكن هو السؤال بقى هل حرام علي ان انا ارفع القضاء لا طبعا خالص استطيع ان انا ارفع المسألة الى القاضي عشان احصل على حقي وانا شايف ان الجريمة دي لازم تقف يعني كلنا بنقوم جريمة جريمة التعدي على حقوق النساء في المراس هزي جريمة قبيحة لا تليخ بالرجال الراجل اللي يقول احنا عندنا ستات بتتورس ويخلي الست تتزل وتخلي الست تتفتن ده مش راجل دي مش رجولة دي مش رجولة ابدا وده اكل اموال الناس بالباطل الشرع هو اللي اعطى الست حقها ده ولابد جزء من الرجولة جزء من الرجولة اللي تربنا عليه كله واللي ربنا عليه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم جزء من رجولة الرجال حماية النساء استوصوا بالنساء خيرا ده جزء من الرجولة كده لكن حد ياخد مراس حد على ان الارض احسن على ان التراب احسن من البنى ادم على أن الأب أوراق والبنكنود ده عشان حد أفضل من بني آدم ربنا سبحانه وتعالى جعله مكرم لدرجة أن حضرة النبي يقول ملعون من هدم بنيان الله فجعل الإنسان بنيان الله وحضرة النبي يقول كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ماله حضرة النبي يقول ولربما يكون أحدكم ألحن بحجته من أخيه فأقطع له حق أخيه فمن قطعت له حق أخيه فقد قطعت له قطعة من النار فليأخذها وليدعها أو يدعها فاللي أنت مسكين من مراس والدة هذا الشاب لو كان الأمر على هذا الحال فأنت مسكين جمرة من النار الأموال دي نار وتمحق البركة فاتقوا الله سبحانه وتعالى أنت لك يجوز لك أن أنت ترفع قضية أه يجوز أن أنت ترفع هذا حقك فإذا لم تحصل عليه بالمعروف هتتكلم بالمعروف ما تحصلتش عليه بالمعروف يجوز لك أن تلجأ إلى القضاء وده وتلافيه نوع من أنواع قطع الرحم ولا أي شيء أنت تطالب بحقك اللي شايف أنه ده رحم ينقطع يعطيك حقك بالعكس هو الذي قطع رحمه لم يحصل لأخته بأن يعطي مالها لأبنائها هو اللي بيقطع الرحم مش أنت ترجمة نانسي قنقر